تفضل يا أبو فاطمة تفضل السلام عليكم وعليك السلام وليد اسماعيل معي صحيح اه معك وليد تفضل وليد اسماعيل هذا السؤال تفضل صوتي وصل أذى نجمع الغرائن بين قضية رزيات الخميس عند الشيعة والسنة النبي ما كتب ولكن إشارة في أذى نجمع الغرائن إشارة إلى مضمون خاص إشارة يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم شغل بلغة الإشارة لا لا ليس جميل ما أنا ممكن أخذ الإشارة دي وقولك إسمعني بس ما أنا ممكن أخذ الإشارة دي وقول لك أراد أن يكتب لأبي بكر الصديق ممكن واحد يأخذ الإشارة وقول لك أراد أن يكتب لعمر أراد أن يكتب للمقداد أراد أن يكتب لأبي ذر صحيح صحيح كلامك أنا ليش أقول لك نريد نجمع الغرائن بين الكلام ونطلع النتيجة أنت موافق معي أم لا لا هي المسألة مش كلها مسألة قرائن قرائن يبقى ما عندكش حديث صحيح بذلك الأول تقر نعم حديث صحيح أنا أريد أيوة يبقى أنت ليس عندك دليل قطعي على المسألة ولكن أنت دلوقتي هتشتغل بك يا أستاذ اسمعني بس الله يبرك في عمرك اسمعنا الله يبرك في عمرك الآن أنت تقر أنك ليس عندك أي دليل صحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبها لعلي يعني كتب الكتاب لعلي ابن أبي طالب صحي كده وبعد كنا ندخل في بيما أن إذن واستنتاجات ورأي ورأيك موافق لا وليد اسمعيل أول دعني أتكلم أعطيه وجهة نظري أنت أنغضها الآن السؤال الأول هل عندك هل عندك دليل قطع الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب لعلي ابن أبي طالب بالكتاب ما كتب طب خلاص يبقى كنا احنا سلمنا في الجزء الأول اتفضل أنا حاسمعك يلا آه عندما اجتمعوا عند النبي النبي طلبوا أن يأتوه بدوات لكي يكتب أنت موافق معي أم لا موافق طبعا موافق طبعا أنا موافق غال النبي أتوني بدوات لكي يكتب لكم كتابا لن تظلوا بادي أبدا أنت صحيح موافق معي ألان لا بس أنت نسيت حاجة أنت نسيت حاجة ما هي أن الخطاب هنا موجه لمن للذي يكتب أم للذي لا يكتب قبل من نوصل احنا قلنا حنمشي حنمشي واحدة واحدة مسألة سنتاجية يبقى الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا عندما دعا بورق أو ألم دعا من يكتب ولا الذي لا يكتب ما هو دعا الجميع أكيد طبعا دعا الجميع ولكن المقصود من الجميع ده الذي يكتب ده شيء بديهي صح وإلا اللي ما بيعرفش يكتب يروح يكتب صحيح يا وليد اسماعيل يا أستاذ أنا سألتك سؤال بديهي سؤال عقلي خالص ما لهوش علاقة لا بدين ولا بأي حاجة أنا لما أقول لي كده للناس اللي قدامي يا جماعة الخير هتقول لي ورق أو ألم عشان أكتب يبقى من المفترض من الذي يتقدم جاوبك على السؤال أيوة ما الذي يتقدم يعني أدواج مصنجم يعني أدواج دعا لعمر أن يكتب عمر كان بيكتب للنبي بيشتم ما تخليه يا عم الحج عشان الناس تعرف عشان ما يقولوش أن أنت قطعت عليه حسبنا كتاب الله يا نبي الله يا باش احنا لسه ما زهبناش الآن نحن لم نذهب الآن نحن لم نذهب حسبنا كتاب الله نحن الآن بنحرر حضرتك قلت إيه بما أن إذن واستنتاجات الآن أو النبي صلى الله عليه وسلم قال ادوني ورأ أو ألم عشان أكتب والنبي صلى الله عليه وسلم متعارف أنه لا يكتب يبقى إذن من الذي يتقدم ليكتب للنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة أجمعين ما قال دعوني يعني يا أستاذ ما احنا خلاص والصحابة دلوقتي قاعدين انت عميد كلية دلوقتي وقدامك السيشن أمامك كله كل الناس قاعدة تستمع لي فقلت لهم هتقولي ورأ أو ألم وانت ما بتعرفش تكتب المفروض اللي عديك ورأ أو ألم هو اللي بيكتب ولا مش هو اللي بيكتب يا باشا أنا عايز أنا بتكلم دلوقتي انت حضرتك دلوقتي نتناقش الآن بالعقل وبما أن إذن وكلها مسألة استنتاجات فالآن النبي صلى الله عليه وسلم عندك يستطيع الكتابة ولا لا يستطيع الكتابة هل النبي كان يقرأ ويكتب ولا لا لا يستطيع لأنه أصلا أغمي عليه يعني ينام يفيق ينام يفيق أنا ما سألتك أنا ما سألتك أغمي على النبي ولا لم يغمي على النبي سؤالي هو أنا لما بقول دلوقتي هات جامعة الخير هات وراء ألم أكتب لكم يبقى من الله يتقدم يكتب له لأن النبي ما بيعرف يقرأ ولا يكتب يبقى من الذي يتقدم الذي يكتب الذي يكتب بس كده ما نحن من الصبح من نقول كده يبقى إذن الذي يتقدم الذي يتقدم هو الذي يكتب صحي كده بس كمل بقى يالله نعم ها هي تريد توصلها طلعتنا في خمس دقائق على الموضوع لا ماذا قال الرسول قبل أن يقول هذا لم تظلوا بعدي أبدا قالوا أنا أقول لك بعض الناس قالوا تعول قلب عليه الوجه حسبنا كتاب الله فتنازعوا بين الأمر بهم فرغة تقول حسبنا كتاب الله نقف هنا نقف هنا نقف هنا واعفة بس واعفة وسيد الآن إحنا وصلنا للمرحلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتوني بكتف ودواء كتف ودواء أكتب لكم كتابا لن تضيله بعد أبدا فأحد الصحابة اللي هو عمر بن خطاب قال قد غلب على النبي صلى الله عليه وسلم الوجه صحي كده صحيح حلو فالآن اختلفوا الاثنين اختلفوا لفريقين فريق قال بس لما قال عمر صح صحيح والفريق الآخر قال قدموا له كتاب صح صحيح علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاء كان في أي فريق من الاثنين ما كان موجود يعني حسب الأحاديث أنا قريتها ما كان موجودة أصلا يا باشا حسد سليم بن قيس حتى تتروية ضعيفة كان علي بن أبي طالب موجود وحسب كتاب الإرشاد علي بن أبي طالب كان موجود وكتب الشعية كلها بتقول إن علي بن أبي طالب موجود دلوقتي سبحان الله بقدرة آدر طب لو أثبتت لك إن علي بن أبي طالب كان موجود شيخ واليد لو أثبتت لك من كتبك حضرتك يا أستاذ لو أثبتت لك من الكتب بتاعتك إن علي بن أبي طالب كان موجود رضي الله عنه أرضاه أنا أصلا مو مهم مع المسألة بس في الإرشاد أصلا ما في سنة سليم ابن قيس صليسك بيعترف به المفيد حلو حلو واحد 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 يبقى اخواننا الرجل الطيب ده بيقول لك كتاب الارشاد ليس له سنة يعني الرواية اللي في الارشاد لا مول كتاب ايوة من بقول لكو الرواية اللي في الارشاد ليس لها سنة وكتاب سليم ابن قيس مطعم فيه تمام واكيد رواية بحار الانوار متاخدة من الارشاد يعني مش هتصلح طب هل انتو عندوكو حديث صحيح في رزية الخميس هل انتو تتكلم معي الان اه باتكلم معاك هل عندكم حديث صحيح في رزية الخميس يعني سؤال يا ستريت السيد نعم موجود فين ولكن فين لا لا واحد واحد ما فيش ولكن بقى فين حضرتك فين لا 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 اي كتاب ازاي عندنا كتاب صحيح وليس موجود عندك ازاي ازاي انا اقول لك اصلا مو هاي مسأل طب اتفضل لا لا خد وقتك معليش خد وقتك خد وقت حضرتك انا معاك ومنتظر معاك على المكالمة وطلع لين الحديث ده عشان نشوف عليه ابن ابي طالب كان موجود او لا ما كانش موجود اغا شيخ وليد شيخ وليد اه حبيب انظر عليه اغا علي كان موجود تفضل حل طيب اذا كان عليه ابن ابي طالب كان موجود يبقى ايذن عليه ابن ابي طالب اما ان يكون في الفريق الذي فريق الذي قال قد غلب عليه الوجع وهو فريق عمر او في الفريق الاخر الذي قال قدموا له كتاب صح صحيح جميل او طيب كيف بقى السؤال هنا السؤال هنا كيف من يكتب يقول قدموا له كتاب يعني شنون شنون كيف من يكتب يقول قدموا للنبي كتاب مش من باب اولى هو اللي يروح يكتب اه يا شيخ وليد انت لو تنظر الى الرواية انا ما بنظرش احنا لا ما زلنا في نقطة البحث احنا قلنا ايه حناخد البحث استنتاج استنتاج وبما انا اذا رسول الله كان يقول يقول اتوني كتاب يا استاذ الله معلش واحد انت منين حضرتك سؤال عابد وحضرتك منين حضرتك منين حضرتك منين حضرتك منين من ايران جميل الان الان بالعقلية الايرانية او بالعقلية حتى انت رجل بتكلم عربي الان الذي يكتب يقول قدموا له كتاب ام هو الذي يتقدم ليكتب يا شيخ وليد كان البحث يا استاذ احنا مشين في البحث واحد احنا مشين في البحث جوابها سهل يا شيخ وليد جوابها سهل رسول الله عندما قال اتوني بكتب الهدوات قال الفريق الاول قال حسبنا كتاب الله ان الرجل غلب عليه الوجه الفريق الثاني اجاب على هذه الكلامة وعدم الاحترام للرسول فالرسول في اللحظة قال اسكتوا جميعا لا ينبغ النزاع عند النبي لا يا باشا لا انت كده اكلت حتة الان انا بكلمك لا انت ما جاوبت انت قلت لي اسكت عشان اجاوب مو ما جاوبت انا السؤالي هو سؤالي واضح ووسيط هل من يكتب يقول قدموا له كتاب جابه الكتاب فريق الثاني جابه الكتاب ولكن رسول الله رده قال لا يا أستاذ لا ينبغ النزاع عند النبي كل رواية في الارشاد موجودة يا شيخ وليد لا 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 مش لسه يا اخوانا قال ان الارشاد ليس لها سند الله اكبر انت استدلت الله اكبر مش انت اللي لسه قلت يا أستاذ انت استدلت يعني انا دلوقتي يا باشا انا استدل من كتبك زي ما انا عايز لكن انت ما ينفع تستدل من كتبك علي انا انا اجابتك يا يا أستاذ يا أستاذ طب خلاص ايه رأيك حضرتك نروح لكتاب الارشاد نروح لكتاب الارشاد ونرى هل اوصل نبي صلى الله عليه وسلم من عليه ام لا خلي اعطيك الجواب النهاي لا مش النهاي حضرتك انا محبش حد يضحك علي وما بنتضحكش علي الان ما زلنا بالسؤال الان ما زلنا في السؤال والله ما حسي بالسؤال ده الان ما زلنا في السؤال هل الذي هل الذي يكتب يقول قدموا له كتاب ام لا نعم يقول قدموا له كتاب ازاي وهو اللي بيكتب ازاي وهو بيكتب يستحيل الذي يكتب يقول قدموا له كتاب بل الذي يكتب هو من يتقدم بالكتاب يعني هو الذي يتقدم بالكتاب ليكتب لا الأول احنا قلنا هنأخذ المسألة مرحلة 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 تمام اسمعني بس بما أن حضرتك رجعت لكتاب الإرشاد اتفضل إقرأ لنا في كتاب الإرشاد كده ماذا أوصل نبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب انا اتكلم معك عبر الهاتف انت غر وانا اسمع اقرأ الرواية وانت تسمع ماشي ما فيش مسكنا نروح لكتاب الإرشاد يا اخوانا بيقول ايه اهو هنا فلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال بعدهم ألا نأتيك بكتف يا رسول الله فقال أبعد الذي قلتم لا ولكنني أوصيكم بأهل بيتي خيرا تمام ثم أعرض بوجهي عن القوم اسمع اسمع ثم أعرض بوجهي عن القوم فنهضوا فنهضوا وبقي عنده العباس وبقي عنده العباس والفضل وعلي ابن أبي طالب أهل بيتي خاصة فقال له العباس يا رسول الله إن يكن هذا الأمر فينا مستقرا بعدك فبشرنا وإن كنت تعلم أننا نغلب عليه فأوصي بنا الله أكبر ضيعت غدير خم يا شيخ وليك أنا قلتك أصلا ما تقدر تستدل علينا أصلا ما لها سند أطلع للسند من شوية استدل بيها علي ولما أنا استدللت بيها هي هي علي دلوقتي راجع لقضية السنة التاني على المهم شكرا لك شكرا لك الناس وصل لهم الإجابة دين من خربط والله العظيم والله دين من خربط خرط في خرط والله العظيم هو مش لسه هو اللي قرأها فلما قرأتها له يقول لك بلا سند وقابليها قال لك بلا سند وبعدين هو استشهد بيها تاني وبعدين لما هو استشهد بيها أنا رجعت لها تاني فرجع قال لك بلا سند تاني الله المستهل ربنا هديو والله اشتركوا في القناة